ومش بس على فكرة على مستوى نظافة الشباك يعني ما تيجي تبص على الأرقام القياسية على مستوى قارة إفريقيا سواء في عدد مرات التحقي الفوز أو عدم تلقي خسارة على مستوى الأهداف اللي سجلت أو على مستوى الأرقام والبطولات هتجد أنه دايماً اسم نادي التراجي حاضر اسم ليقيمة اسم يأكد أنه واحد من كبار إفريقيا حتى وإن تعثر لفترة من الفترات فهو بالتأكيد يقدر يرجع دايماً أفضل من الأول وبص على تاريخ الكرة الأفريقية في آخر 10 أو 15 سنة على الأقل أنا مش هرجع بيك لمعيد لكن هتجد دايماً التراجي حاضر ضمن أكتر الفرق يمكن وصولاً للمباراة النهائية في دوري الأبطال عشان كده بقولك مباراة صعبة جداً جداً على الفريقين زي ما هي صعبة على التراجي هي كمان صعبة على النادي الأهلي نتمنى بس أنه التوفيق يكون حالفنا ورهاني أنا شخصياً على جمهور النادي الأهلي اللي هيكون حاضر إن شاء الله بإذن الله ويرحب بقى شقائنا في أستاذ القاهرة إن شاء الله سواء من فريق تراجي أو حتى من جماهير والأشقاء التوانسة اللي هيكون عندهم حرصة على متابعة المباراة من أستاذ القاهرة هتعالنا نشوف أخبارنا في الأهلي نيوز يوم أهلي ما بينساش ولاده طبعاً ده أكيد ودي الحقيقة هبدأ بيه خبر زيارة كابتن خطيب النهاردة لعلي معلول طبعاً بعد الاطمئنان على نجاح العملية الجراحية اللي أجريت ليه جراحها طبعاً في وطر أكيلس واللي تعاملت بمعرفة طبعاً واحد من أكبر أطباء المتخصصين في الحالات دي والحقيقة يمكن يعني كابتن خطيب اطمئن على حالة معلول وأكد كمان على أنه كل أنواع الدعم والمسندة اللي ممكن يحتاج عالي معلول في الفترة اللي جاية سواء في فترة العلاج أو التأهيل لغاية لما يرجع إن شاء الله بإذن الله في أفضل حال الأهلي هيقوم بدعم بشكل كبير طبعاً دي القطات دي مش من المستشفى طبعاً القطات دي من كلام كابتن خطيب ومجل السدارة النادي الأهلي كانوا حضرين طبعاً معالي معلول في أعتقد مطار قبل رحلة العودة للقاهرة في بعد انتهاء المباراة وبعد رجوع البعثة للمطار القاهرة كان الحقيقة كل مجل السدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب حرصين على دعم علي معلول واحد من حقيقة مش عايز أقول لي عايب المحترفين اللي ما يتنسوش لأنه علي يعني تخطأ أعتقد على الأقل في قلوب الأهلوي وواصل تماماً إنه ضربت عامل علي مش على إنه تجربة محترف ناجح مع النادي الأهلي لكنه واحد من أولاد النادي الأهلي فبتأكيد الأهلي ما بيتأخرش أبداً عن أولاده ودعا يعني عن ثقة وعن مواقف كتير جداً أنا شخصياً عشتها مش شفتها على الشات التليفزيون أو اتحاكتلي لكن الأهلي أبداً عمره مش ممكن أبداً يتأخر على أولاده المخلصين زي ما قلتلكم الأهلي من النهاردة بيبدأ مرحلة التحضير والاستعداد للترجي التدريب يمكن نتأخر ساعتين بحكم الظروف وحرارة الجو لكن إن شاء الله بإذن الله يعني هنحاول ناخد لكم حتى من الكواليس تحضيرات أنا طبعاً برنامجنا هيخلص أو السادسة النهاردة بيخلص قبل بداية التمرين لكن هحاول أجيب لكم آخر المستجدات وكل ما يتعلق بتحضير النادي الأهلي وخصوصاً الأسماء اللي ممكن تمثل إضافة إن شاء الله لسكواد الأهلي وخصوصاً عبدالقادر سلية لأحمد نبيل كوك عبدالقادر ممكن يكون الأقرب وأعتقد إنه عبدالقادر في مطش السبت أعتقد هيكون ورقة مهمة جداً جداً حتى لو ما بدأش الأساسي لكن يكون واحدة من أهم الأوراق والحلول اللي ممكن يعني يتغير من سيناريو المباراة لو واحتاجناها إن شاء الله بإذن الله وأعتقد أفشى نفس الحكاية يعني دكة الأهلي وإحنا تكلمنا طول الأسبوع على المقارنة بين الفرقتين وقلنا وحتى من قبل مباراة رادس يعني إحنا قلنا إنه أكتر ما يميز قادر نادي الأهلي دكته كلها الحقيقة لعيبة على مستوى عالي جداً وتقدر تنزل في أي وقت تغير من مجرى المباراة وتقدر تكون أوراق مهمة جداً في إيد مارسل كولر إن شاء الله في موجة الترجي يوم السبت القادم على العكس من الترجي اللي الدكته يمكن ما تكونش بنفس قوة السكواد أو الأسماء الأساسية اللي بيرهن عليها ويمكن شوفنا ده في آخر ربعة أو تلت ساعة في مباراة رادس